في مزيدة المقييس والشروط اللي تخلي موجودة جماعات التونسية في الترتيب متاع جماعات العالمية دونك ومنها جماعة تونس المنار يحضر بحدينا ذيفنا رئيس جماعة تونس المنارسي المعزة الشفرة مرحبا بيك سباعة خير سباعة خير يعطيك الصحة على الاستضافة شكرا شكرا لقبول الدعوة قبل ما نحكيه على التصنيفات اللي يظل متعددة اللي موجودة في العالم سويا كانت على نتاق الافريقي العربي العالمي معانتا فما برشا تصنيفات منتصنيفات هذه فما شروط فما مقاييس معانتا الاختيار أحسن الجماعات اللي كفي كل مرة نسمعه تقدم الجامعة في مراتب وغيره دونك بش نزيد ونفهم التفاصيل لهذه ستوك نحكيه على جماعة تونس المنار لكن اقبل هذا خلنقدم شوية جماعة المنار شكرا شكرا على الاستضافة مرة أخرى وسامع يعطيك الصحة على اهتمامكم بالجانب الجامعي ومرحبا بمستمعي ومشاهدي كذلك اكسبرس أفام في البداية رأي جامعة تونس منار الجامعة هذه جامعة عريقة كانت اسمها سابقا تونس دو كان عنا علمية طبية وتغيرت اسم حولت جامعة تونس منار حسب تقسيم الجغرافي في تونس عنا 12 جامعة وعننا جامعة افتراضية 13 جامعة عمومية جامعة تونس منار عريقة بالمؤسسات المتاح عنا مركب جامعي اول مركب جامعي في تونس وقع حديثه بعد الاستقلال سنة 1956 استقلال تونس وكان أول مؤسسة كانت سنة 1958 كانت كلية الحقوق بتونس والعلوم السياسية كلية الاقتصاد والتصرف كلية العلوم كلية الطب أول كلية الطب في تونس وعنا سبعة معاهد كما محهد بورجيبة للغات الحية محهد الإعلامية محهد بيولوجيا التطبيقية محهد التقنيات الطبية على محهد التمريض وعنا محهد التحضير للدراسات الهندسية وعنا زوز مدارس المدرسة الوطنية المهندسين في تونس أول مدرسة المهندسية في تونس وعنا مدرسة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة وعنا زوز مراكز بحث هو محهد محهد باستور ومحهد البحوث البيترية باستور مع وزارة الصحة والبحوث البيترية بالتعاون مع وزارة الفلاح كما ذكرت نحنا 30 ألف طالب وعنا 3500 أستاذ كيف نعمل المقارنة بين 30 ألف طالب و 3500 أستاذ يعطينا التو انكادرمون اللي هو مش نعكي وعلي كاندكاتور دو بيرفورمانس اللي هو تقريبا من أحسن اللي تودون كادرمون في العالم وذات يدخل في التصنيفة الدولية اللي مش نعكي وعلي بعد قليل كما قد لك نحن في الجامعة التونسية جماعة تونسية الكل نخدمه على المعايير الدولية نخدمه على الكريديتاسيون الحمد CULIET التوب في تونس أول كلي التوب تتحصل على الاعتماد الدولي وتقريبا الاربع قليت في تونس تحصلوا تحصلوا على الاعتماد دولي. عنا نحن بورجيبا سكول متحصل كذلك على الاعتماد دولي في تدريس اربع اللغات. محط باستور عنده عنده المخابر البحث متاعه الكل كما اليرفيتي. محط باستور متحصل على جئيس نوبل ديما ننساوها. وشار نيكول متحصل لها باسم تونس. محط باستور روقع انجازه هو هو اليرفيتي منذ القرن التاسع عشر. دعوك هذو ما للمؤسسات. عنا زوز بقعنا زوز المراكبات. عنا المراكب الجامعي اه بصرحة حشاد بالمنار. وعنا مراكب جامعي اخر الصحة. نسيت محد مهم زاده في في القطب الصحة هو المحد اه العلوم الانسانية. اللي معروف بمعهد ابن شرف. دعوك اذي فكرة عامة على اه جامعة تونس. بنزيدك معدد مهمة لختم مربوط بالتصنيف مربوط بالبحث العلمي. عنا مية وثمانية مخبر بحث. كيقول مية وثمانية ما بين تسعين مخبر بحث وثمانتاش وحدة بحث. دونك لكل هم ما بين الفرق ما بين مخبر والوحدة هي في العدد الاساذة البحثين وعدد الطلبة للدكتوران. دونك مية وثمانية مخبر بحث متعد الاختصاصات في كل الاختصاصات تقريبا موجودة في جامعة اه تونس المنار. وهذا وهذا اللي يدخل حتى في في المقاييز كما قلنا ولا والشروطة. بضبط. كيما اذكرت سياتك في التصنيفات الدولية اذي ثقافة قوية برشا وكل الجماعات منخرطة فيها. اه دخل ما كنش اه دخلين فيها تخنم منذ الفين وخمستاش الفين واربعتاش بداية اول جامعة ظهرت في التصنيفات الدولية هي جامعة تونس منار. التصنيفات الدولية لحسب السؤال اسئلته لي. اه. فما العديد من التصنيفات الدولية. تقريبا ممكن حتى اكثر من عشرين نوع من تصنيفات الدولية. ولكن المعتمدة عند في العالم الكل ما عند كل الجامعات فما اربعة الى ستة تصنيفات. الاربعة اللي بسميهم لك هما على شانجاي خطر اول تصنيف خرج عنده اكثر من عشرية سنة. ظهر الام الفين وثلاثة وعشرين. بالاقدمية. بالاقدمية. بالاقدمية ما خطر اوضر. الفين وثلاثة. الفين وثلاثة بضبط. يا ثبا عنده اكثر من عشر سنة. وبعد وبي انواعه عنده برشة انواع. عطوا نحكي وليهم عنده عنده الخريني اللي خرج اللي صنف جامعة تونس مانار لولا في المغرب العربي وجيتنا وجينا خمسة عشرين على مستوى الجامعات العربية. وعننا في العالم الكل بالبحث العلمي وبالتكوين وعننا المستدامة اللي هو يعتمد هدف التنمية المستدامة وفما الـ QS كذلك الـ QS دب نوعين عنا QS Word بثلاثة انواع بالضبط حتى نسيت نوع آخر في الـ فما الـ QS By Subject وعنا QS Word وعنا QS Arabic كيف كي فما الـ وفما الـ US News هذوما الاربع المعتمد عالميا فما الزوز اخرين اللي هما الـ URAP وـ CW UR معناه الـ Center World University Ranking هذوما يعتمدوا البحث العلمي مية في مية هذوما مهمين المخابر البحث متاعنا هذوما على فترات من العام تقريب كل عام لا لا في كل عام يخرجوا كل عام في كل سنة تخرج تخرج النتائج متاحهم وكل الجامعات يبدوا يستنىوا في النتائج هذية على خاطر النتائج تخرج مفصلة على كل معيار يشوفوا رواحة مقدموا ولا مقدموش على كل معيار يعطيك الترتيب بتاعك العالمي هذي مهم بيش تعرف روح قدمت ولا ما قدمتش وتنجد تكون قدمت ولا كان فهمش تكون قدم اكثر منك بيش تعمل الاناليس كامل يظل المعايير لهنا مهمة اكثر حتى ما الترتيب بيش تزيد الجامعة انها تفهم روحها بالطبع انها تفهم فين ماشية هي ايه لا هذا هو روا نحنا في كل جامعة وفما عنا ام بيرو مهتم بالرانكينج نحيي كل ساذة اللي يخدموا في جامعة تونس منار في السلول هذية رانكينج الاستاذة حانان بوسي الاستاذة مونيا النجار الاستاذة نسرين زغلامي تحت اشراف نائبت الرئيس الجامعة تونس منار مدام حليم محجوبي يخدموا ورئيس الجامعة معهم وعنا زادة دي دكتورة ومعنا توتوني كيب ممكن متكونة من عشرة افرات نخدموا على المعايير هذية الكل وكل معيار ندرسوه ونشوفو شنو ونمشاش ونمشاش ونزيدو شنو نقصو دراسة كاملة دراسة كاملة حول المعايير اللي معتمدة وهذاك علي الساعات تلقى جامعة متقدمة في تصنيف ومؤخرة في تصنيف اخر على خاطر مش نفس المعايير مش نفس المعايير والمقييس خنعملوا ركاب على اهم الترتيبات اللي معتها صارت في 2023 الجامعة تونس المنار معتها حسب اللي كنت تحكي فيه تو شوف انا باش نزيد نوضح على خطر نحن نعنها تعليم عالي وبحث علمي راو المعايير نحكيه على التعليم مثل جودة التعليم كيف نقول جودة التعليم هي مربوطة بالتشغيلية مش نقري ونخرج طلبة ما يخدموش لك زي ما نقري ونخرج طلبة تخت وذي فيها استراتيجية كاملة متع الوزارة ومتع الجامعة تونس منار وعننا مشروع كامل هو مشروع دعم الجودة اللي هو فيه اربع محاور محور مهم جدا نرني في التصنيف نحن جامعة تونس منار كنا جامعة ذات سبغة ادارية معنا كنا ايبا التبليسمون بيبليكا كاركتير ادبينيسراتيف التعدينا منذ 2023 منذ نجا في 2023 الى السبغة اللي يسمع فينا يفهموا الادارة ايه سبغة تقرب برشا للإبناء غير ادارية ولكن ما تسمىش إبناء تتسمى اتابليسمون بيبليكا كاركتير سونتيفيكي تكنولوجيك هذي السبغة ديجا مهم ياسر لماد دو جوفرنانس هذي الحاكمة كما نحكي على رقمنة الادارة هذي ديبع الحاكمة المهم ياسر هم لكلهم المحاور كل مربوطين وبعضهم المحور الثاني هو البحث العلمي والتجديد اللي هو فيه عدد النشريات فيه لكاليتي مش عدد بركة والسيتاسيون متاعهم تفاصيل على البحث العلمي فقط عدد المشاريع تالبحث العلمي الميزانية تالبحث العلمي كيف اقول الميزانية مش كالميزانية ناخذها مع عدد دولة الميزانية مع الدولة راهي ما هي شي كبيرة برشا ولكن الميزانية نجيبو فيها ندخلو فيها للمخاب البحث كما تعرف نحن تونس الدولة الوحيدة العربية الوحيدة سمحني العربية الوحيدة والافريقية الوحيدة اللي هي شريك في في الاتحاد الاوروبي للبحث العلمي اللي هو يسمع وفينا يعرفوا اللي هو تو اسمه اللي اسمه الاقديم كان هوريزان 2020 معروف برشا تونس كالدولة كنا مشاركين فيها كالدولة التونسية الوحيدة العربية والافريقية اللي خلانا نتحصل على عديد من مشاريع كيف نقول نتحصل على المشاريع تحصل على عديد من التمويلات والتمويلة ذاية يدخل في التصنيف يدخل ككريتير دو بيرفورمانس للمؤسسة تاعك عنا المحور الثالث هي هي التكوين والتشغيلية مربوطين بعضهم ديما التكوين والتشغيلية مش نكون ونخرج الناس ما تخدمش دوك التكوين والتشغيلية يزمك تعمل حتى البرامج متاعك متماشية مع المحيط متاعك والمحيط الصناعي والاجتماعي والاقتصادي بسفة عامة وعنا الحياة الجميعية كذلك يزم توفر للطالب بش يبدأ مرتاح يبدأ يقرأوا المحاور الكل نخدم عليهم بالنسبة لل كي ما قلت لك دوك نرجع للتكوين الخاتم مهم يسر المعايير التكوين الجامعة متاعك عندها تمشي حسب المعايير دولية ولا لا كيف اقول معايير دولية يزمك تكون عندك الاعتماد الاعتماد دولي الاعتماد دولي بنوعين الاعتماد اعتماد البرامج واعتماد المؤسسات نحن كي ما قلت لك على المبديد في التقديم جامعة التونس منار العديد من المؤسسات جامعة التونس منار متحصل على الاعتماد دولي يعني المؤسسة متاعك معترف بها دولين الطالب كي يتخرج بمشي يعمل الدكتوراه متاعه رغم يتخرج من مؤسسة معتمدة عندها الاعتماد دولي تختم حسب معايير دولي بطبع معات اعتك صح ادي المعيار ادي مهم ياسر مهي ياسر في الجودة ومربوط برشة في التصنيفات كل التصنيفات تشوفت المعايير الدولية اسكن موجودة احسن ترتيب الجماعة التونس المنار والله بكل فخر عديدة وعديدة جدا نحن التصنيفات الكل مساهمين فيها يمكن المدة الاخيرة في سنة 2023 يمكن تقلقنا اكثر في الـ Time's Air Education بالانواع متاعه في الورد نبدأ في الوردة لخطر يخدم كل شيء مش كان عالبحث العلمي يخدم عالت التكوين يخدم عالمعايير الكل تحصلنا عالمرتبة الاولى في المغرب العربي يعني في الـ Top ما بين 800 والف جامعة في العالم الجامعة التونسية الوحيدة الموجودة في الـ Top مين في الـ Time's Air Education وورد وعنا الـ Time's Air Education Arabic ماذا كي خرجت تحصلنا عالمرتبة 25 في العالم العربي كيف قول العالم العربي وراهم عندهم الامكانيات اكثر منا نحن حسب الامكانيات متاعنا وصلنا نزاحمه بدول اوروبية نحكيه على اوروبا واسيا وتوازل اللي نحكيه على شرق الوسط والخليج عنا كذلك الـ Time's Air Education اللي هو مهم ياسر اللي يعتمد الهداف التنمية المستدامة اللي نحن شاركنا بتسع اهداف وتحصلنا على مراتب جد عالية نعطيكم كانت تحب بسرعة الهدف رقم 4 هو جودة التعليم تحصلنا على المرتبة 22 عالميا في الهدف رقم 5 المثاوات بين الجنسين تحصلنا على المرتبة 22 عالميا في الهدف رقم 3 الصحة الجيدة والرفاهة سنتيئي بياناتر المرتبة 37 عالميا ونجيه المرتبة الأولى افريقيين والمرتبة الثالثة عربيا الهدف الثاني القضاء التام على الجوع 97 عالميا الهدف الاول القضاء على الفقر 96 عالميا وفي المجمل في 17 هدف يعني في في المجمل في 17 هدف جينا في المرتبة بمئتين وثلاثمائة افضل جامعة في العالم الهدف تايمس ايروديوكيش الهني زادة اه سؤال اخير والوقت يزرف فينا ويطول الحديث الحقيقة سلموز شافر رئيس جامعة تونس المنار اه فما حتى مقاييس اخرى كنت نقرأ في ديز ارتيكل على انه اليوم منحكي زادة الجامعات التكوين متاعها والتعليم اه وغيره فما انها يدخل في الديتام متاع المحافظة على البيئة اه اليوم نقاو زادة انه كيفاش انه منتنجم زادة انه اه بتدخل في المقاييس متاع القضايا العالمية اللي قاعدين سايرين تاوه بالضبط هذيك علاش انما كي قطلك فما وفما السيد بول فيوير يحكي وكان على البحث العلمي مية في المية اذي مهم باش نقيمها لما خبرنا متاعي ولكن الاهدف التنمية المستدامة عنا هدف كامل يحكي على البيئة ونحنا متميزين فيه في الجامعة وخدمنا عليه وهذي هدف من الاهداف في التنمية المستدامة وبالطبع في كل في كل التصنيفات يدخلوا الانفيرانمان في الكالكول في الكالكول متاع السكور متاحهم ممكن نفصل اكثر اراوا في مثلا كيفا نقول جودة التعليم ولا جودة البحث يعطيوا مش كما الجودة كما نقول ستتنجم ولا العدد عدد النشريات فما عدد النشريات تاخد علي عدد والسيتاسيون متاحهم تاخد علي عدد ولكن الاثنين مش فرد كوفيسيون كلموا كيما كوفيسيون كوفيسيون وذي الدراسة اللي تخدم فيها السلولة باش تعرف على شنوها تخدم اكثر باش تطلع سكورها اكثر ولكن هدوما الكل نخدم عليهم وكل هم موجودين وكيما قلت بالامكانية متاعنا بحمد لله ولكن نرجع للبحث العلمي خاطر ديما البحث العلمي مش ماخد حظه خاطر قوله التعليم العالي والبحث العلمي رانا تونس كدولة تونسية في البحث العلمي عنا مرتبة جد مشرفة في العالم حسب اخر تصنيف جلوبال انديكس ان انو فيشن رأو صنف تونس في مرتبة اثناش عالميا في البحث العلمي وسنة اثنين عشرين سنة ثلاثة عشرين قدمنا تحصلنا على المرتبة تقريب العاشرة وعنا حتى مرتبة الخامسة يحسبوا عدد النشريات في عشرة ملايين ساكن كما بلاد فيها ثلاثمائة مليون ولا مليار تقارنوا تقارنوا رانا عنا عنا مشرفة جدا في العالم وفما تصنيف اخر عدد النشريات البي بي الناتش داخلي الخام ذا كيف كيف موش كما بش تقارن تونس كما بش تقارن البلد في اوروبا والتبلد في امريكا دونك هنا المقارنة هذية صنف التونس بتاعتي بقعة لتونس بقعة مشرفة جدا ولكن عنا كل شي نخدموه عنا مع تثمين البحث العلمي رانا موخرين ونحن كجامعة تونس مالار قادي نخدمو عليه وانتوما كاعلام نحبكم تعاونونا على خط مش مربوطة بالجامعة موجودة بالمحيط الاقتصادي الصناعي لكل ما بعضنا عديد من الوزرات دونك بذي برنامج يزمنا نخدمو عليه الكل انتوما كاعلام نحن كتعليم عالي وكحكومة يزمنا نشوفو كايش نثمنوا البحث العلمي بتاعنا وكيكا بسنقدمو وحتى ذي نقدمو حتى جماعة تانا تقدم حتى الانديكاتورد لوفيرتوبس في عامة راو يدخل في التصنيفات الدولية واضح شكرا ليك باركة لوفيك المعز شافر الريس جماعة تونس المالار على كل هذي التفاصيل رجينا معكم بعد موجز اخبار ثمانيونس